أهلا بكم لا تزال سلالة دلتا المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تبص الرعب في العالم لا سيما في الهند وبريطانيا التي عانتا كثيرا من تداعيات الوباء وتحوراته المتحور بـ 1.617 المسمى الدلتا رصد أول مرة في إيبريل في الهند وهو السائد الآن في المملكة المتحدة ووفق الصحة العالمية انتشرت السلالة منذ ذلك الحين في أكثر من 50 منطقة مع ثلاث سلالات فرعية محددة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك حذر من أن متحور دلتا من فيروس كورونا الذي قد يحول دون رفع ما تبقى من قيود في المملكة المتحدة ينتقل أكثر بنسبة 40% من المتحور ألفا الذي كان سائدا في البلاد والشهر الماضي صنفت منظمة الصحة العالمية هذه المتحورة مع سلالاتها على أنها مثيرة للقلق لكنها قالت لاحقا أن سلالة فرعية واحدة فقط تعتبر كذلك ومع ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الهندية التي تعرف باسم دلتا دعا خبير بريطاني إلى تسريع حملة التطعيم الشاملة في المملكة المتحدة أعتقد أننا نعلم أن التطعيم مهم حقا لأنه سيوقف الفيروس الأشخاص الذين يتم تطعيمهم حتى لو أصيبوا بكورونا من قبل لا تنتج أسادهم نسبة كبيرة من الفيروس وأي شيء يمكننا القيام به لوقف الفيروس من النمو في أسادنا سيوقف انتشاره ويعتقد أن سلالة الجديدة دلتا تسبب ضررا غير مسبوق للبانكرياس ما يؤدي إلى ظهور مرض السكري المفاجئ وارتفاع مستويات الجلوكوس في الدم ما يتسبب بالتالي في تفشي الفطر الأسود وفق ما أكد أطباء هنود لصحفة التاليغراف البريطانية وكانت بعض الدراسات التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية أشارت إلى أن سبب الإصابة بداء السكري قد لا يقتصر على المتحور دلتا مؤكدة وجود أدلة متزايدة على ارتباط الإصابة بمتحورات كورونا المتعددة بالداء حيث يعاني ما بين 5 و 14% من المرضى في المستشفى من تلك الحالة بعد الإصابة لمتابعة هذا المتحور الجديد وإذا كانت اللقاحات أيضا تستطيع أن توجهه ينضم إلي من باريس دكتور إلي حداد الاختصاصي في الغدد الصماء والسكري دكتور حداد أهلا بكم معنا ما مدى خطورة المتحورة دلتا بمقارنة مع النسخة السابقة ألفا لا ليست النسخة السابقة هي التسميات الجديدة اليوم للمتحورات المتحور الألفا هو المتحور الإنجليزي المتحور دلتا هو المتحور الهندي بالنتيجة والبرازيلي أعطوه إسمان هو المتحور الجامع وغيره هو نسخة ذاتي لكن ليست تسمية هندي وبرازيلي لماذا أعطيت هذه الأحرف اليونانية لهذه الأسماء العلمية دكتور؟ لا لأسباب مفهومة حين تتهمينا شعبا كاملا مثلا ويمكن أن يشعر شعب أكمله بأنه مستهدف بهذه التسمية على المتحور الهندي والبرازيلي لا شك أنه أفضل لأنه ليست هندية يمكن مصدرها الهند ولكن اليوم أكثر في البريطانيا من المتحور البريطاني مثلا لذلك أفضل التسمية وهي شكل علمي أفضل بكثير من تسمية الهندي والبرازيلي وغيره خطورة دلتا الدلتا اليوم الخطورة نكتشفها في أوروبا هو المتحور الهندي بالنتيجة التي كان معروف بالهند ولذلك الدولة الهندية أو العلماء الهنود يعطوننا المعلومات عن هذه المتحورة الجديدة من الكوفيد ولكن اليوم وصل المتحور الهندي أو الدلتا إذن إلى إنجليترا إنجليترا اليوم كانت على وشك أن ترفع كل الحضر وكل الكونفاينمت التي كانت عندها في بريطانيا ولكن طجئة ظهر هذا المتحور الدلتا أو الهندي يعني وهو يخيف السلطات لذلك هي لم تعلم بعد رفع الحضر برأيك دكتور حتى تستطيع أي دولة أخذ هذا القرار برفع الحضر بشكل تام أم لا إلى أي حد ثبات عدد المصابين بالمستشفيات أو عدد الوفيات يريح أي دولة لاتخاذ هذا القرار أم لا حتى ولو كان في ثبات لعدد المصابين بالمستشفيات والوفيات يجب أخذ الحيطة والحضر وعدم الفتح بحال دلتا انتشرت بشكل كبير بالواقع هو ليس عدد الوفيات وحدها هناك أكثر من عامل وقد استطاعوا العلماء حصرها بعدد عوامل وبحساب دقيق معادلة يجب أن تكون أصغر من واحد الحساب حسب عدد الإصابات وعدد التفشي وفي الأسرة العناية الفائقة وغيرها وعدد الوفيات مثلا وعدد الأعمار الذين يتوفون وعدد الذين يتطعمون في البلد هناك أكثر من عامل لذلك عمدوا إلى استعمال فكتور العامل العسابي إذا كان أصغر من واحد يمكنهم فتح البلد في بريطانيا هم الآن 1.1 ذلك هم يترددون في هذا الفتح والسبب ذلك هو المتحور الدلتا دكتور السؤال الأهم الذي يقلق العالم أيضا هو علاقة المتحور دلتا بداء السكري وبتعب البونكرياس ماذا يجري بهذا الإطار هل يمكن أن تشرح لنا مع العلاقة ليست لدينا اليوم معلومات كاملة أكيد عن هذا الموضوع أن هذا المتحور بالتحديد هو الذي يسبب أو يضاعف من أمراض السكري نحن نعرف أن كل الكوفيد أصلا والمتحورات أكثر أيضا تصيب المرضى السكري أكثر من غيرهم وتعقد أمور السكري إذا كان السكري ليس مضبوطا ولكن العلاجه ليس كما يجب وهذا ما نعرفه من خلال فحصات الدم إذا لم يكن كذلك ستتعقد الأمور مع مريض السكري إذا أصيب بالكوفيد يقول العلماء الهند أنهم لاحظوا أن مع المتحور دلتا والمتحور الذي ظهر في الهند هو قد أعطى عددا أكبر من أمراض السكري يجب أن نعرف إذا كانت هذه الأرقام يمكن نقلها إلى الدول الأوروبية مثلا واعتبارها أيضا خطرة على مرضى السكري أو يمكن أن تسبب إذا أكثر بالسكري عند مرضى غير شعوب دكتور إلي مدى أهمية الاكتشاف المبكر والفحص المنتظم لنسبة الجلوكوز في الدم بين المتعافين بكورونا البعض يعتبر أن الكشف المبكر ومعرفة بأن هؤلاء الأشخاص مصابين أيضا يساعد بعدم انتشار الفطر الأسود هل هذه المعلومات دقيقة وصحيحة؟ بداية معلومات يبدو أنها لديها جدء مهم من الصحة العلمية أنا شخصية لا أستطيع القول اليوم أنها سابتة مئة في المئة ولكنها يجب أن تبحث وتؤخذ بعين الاعتبار بشكل جدي حتى إثبات العكس طبعا يجب أخذها بعين الاعتبار موضوع اللقاحات لدينا العديد من اللقاحات هل كلها تعمل لمواجهة هذا المتحور الجديد؟ أم لنكن صارحين لا شيء دقيق حتى الآن إذا كانت تواجهه بشدة أم لا؟ يعني نرى يوميا أو أسبوعيا دراسات جديدة وأرقام جديدة وإحصاءات جديدة عن قدرة كل اللقاحات بمواجهة المتحورات كلها يبدو أن اللقاح على أساس المسجر RNA هو أكثر قدرة على مواجهة المتحورات الجديدة من بقية اللقاحات التي يمكنها أيضا أن تواجه ولكن التحور هو شكل مستمر يعني اليوم هناك تحور ولكن بعد 16 شهرين أو ثلاثة سنجد تحورا آخر وهذا الحياة الطبيعية بين هلالين للفيروس لذلك يجب أن يكون اللقاح متمكن من مواجهة المتحورات القادمة أيضا ليس فقط من المتحورات الحالية يعني نفهم من حضرتك دكتور بأنه نحن لدينا طريق طويل مع هذا الفيروس ومتحوراته يعني كنا في أول ظهور هذا الفيروس نتوقع سنة أو سنتين حتى الآن ستأتي السنة ستنتهي السنة الثانية من جائحة كورونا ويبدو ما زلنا مستمرين هل نحن أمام سنوات لماذا لا نأخذ مثلا مثلا عن ذلك فيروس الرشح هو فيروس موجود ويتكرر سنويا ويتحور سنويا وهناك لقاحات لهذا الفيروس تتطور ويستطيع الآن أنه علماء تخدير التحور الذي سيحصل على فيروس الرشح حتى يحضروا اللقاح للعام القادم وقد يصبح الكورونا بمثل الرشح تماما ولكن دكتور الأهم هل سيبقى كورونا قاتلا يعني الرشح قليل يقتل ولكن كورونا يقتل هناك الملايين توفوا بجراء هذا الفيروس وهناك الملايين يتوفون أن الرشح عند الأشخاص المعرضين لأمراض الصعبة والقلبية والأشخاص المسنين هناك كثيرون يتعرضون ليتوفون وراء الرشح إذا تعقدت أم الرشح وصارت في بنيمونيا وغيره هناك أشخاص يموتون أيضا لا أظن أن مع الوقت سيخف عدد الموت الدنيا يموتون من الكوفيد كما نراه اليوم وقد يلتحق بغيره من الفيروسات الموجودة اليوم والتي بإمكانها أيضا تنشل أن تسبب الوفاة عند الناس 30 ثانية الكمامات يجب أن تبقى معنا حاليا نعم حاليا نعم وليس هناك أي دليل لضرورة رفعها كليا نرى أن الرفع الذي يحدث اليوم مثلا في فرنسا في المطاعم يرفعون الكمامات ولكن ليس المطلوب أن الرفع كليا تبقى الكمامة أساسية وضرورية للاستعمال لحماية لحماية الشخص من غيره وحماية الغير من الشخص شكرا لك من باريس كنت معي عبر سكايب دكتور إلي حداد الاختصاصي في الغداد الصماء والسكري نشكرك على كل هذه المعلومات نشكركم لمتابعة بانوراما مشاهدين مزيد من الأخبار مع زملائنا في نشرتنا المستمرة أترككم في أمان الله